احصائيات النهاردة ومش عايزكوا تغضبوا عايزكوا تفكروا في بلد عندها أزمة في الدولار وبالد فيها بنا قدمين مش لقين ياكلوا لما البنا قدمين دول يعرفوا ويقروا ان السلع غير الاستراتيجية اللي بتستوردها مصر خلال فترة من يناير حتى دسمبر 2014 بنستورد طعام للقطط والكلاب بمية تلاتة وخمسين مليون دولار أكل للقطط والكلاب استراد بنوفر عملة والبنك المركزة قاعد ياخد خرارات متشددة جدا عشان يوفر عملة فعلشان نشتري معنى أكلنا حيل والكلاب حيحبوه والله والقطط مش هتقول لا بنستورد أكل للكلاب والقطط بمية تلاتة وخمسين مليون دولار إيه اللي استفزاز ده؟ فين القوانين اللي تمنع مثل هذا الاستراتيجية وتوقفوا سنة لحد ما البلد تقف على رجلها؟ الكلاب هتشتكي لأين غيرت نوع الأكل؟ ولا القطط حتموة تموء مساءً لأنها لم تجد الوجبة المناسبة القادمة من الخارج؟ ده عبد والله عبد في دولة تعاني ده قمة العبد والقيادة السياسية هنا لازم تاخد قرار بمنع مثل هذه الأشياء يعني إيه أشتري لعب أطفال بخمسة وخمسين مليون دولار؟ ما اللي قادر يشتري مستورد بيسافر ويجيب؟ يعني إيه أجيب جنباري وكافيار بتمانية وسبعين مليون دولار؟ يا سلام؟ يعني إن مكلتش الكافيار هيحصل للنهيار؟ لازم أكل كافيار وجنباري مستورد عشان الجنباري اللي من البحر المتوسط والبحر الأحمر مش حلو قوي؟ فبجيب جنباري وكافيار لشعب نسبة الفقر فيه تزيد عن أكتر من خمسين وستين في المية فجيب له جنباري وكافيار بتمانية وسبعين مليون دولار؟ واجيب له شوية لعب للعيال بخمسة وخمسين مليون دولار؟ والدولة بتقول إنها بتعمل تقشف؟ أنا كلامي للمهندس إبراهيم محلي يعني أتمنى إن تبقى فيه قرارات عاقلة وجريئة بمنع استراض مثل هذه الأشياء المستفزة بلاش تستفزوا الناس بلاش تستفزوا الناس